الاتحاد بالعباس على اتحاد الجزائر بهدفين لهدف في اللقاء المقدم عن الجولة الثالثة عشر لبطولة الرابط المحترفة الأولى بسيدي بالعباس وسجلت هدف المباراة عن طريق بالغ في الدقيقة السابعة وكوريبا في الدقيقة الثانية والثلاثين لاتحاد بالعباس وقلص كاروليس سوندريا لاتحاد الجزائر في الدقيقة التسعين بعد هذه المباراة يبقى اتحاد الجزائر مواقعا في ريادة الترتيب بثلاثين وعشرين نقطة فيما يرتقي اتحاد بالعباس للمركز سالس بثمان عشرة نقطة